مائة وثمانية وعشرون عاما كان اللون الواحد والصوت الواحد والامبراطورية الواحدة التي لا تغيب عنها الشمس وكانت عدد مبتدأ الحكاية الخالدة وفصلها الآخرة من التضحية والنضال الوطني في سبيل الحرية والخلاص من حقبة سوداء مثخنة بالقهر والظلم وإهدار الكرامة الإنسانية في ظل أعتى مستعمر عرفته المنطقة 14 أكتوبر هذه الثورة هي اتقاد لمشاعر المواطن اليمني الذي عاش تحت ظل الضغط والحرمان وإهدار الكرامة الإنسانية خرج الحالمون بالوطن الذي تراء من قمم شمسان وردفان ينشدون الانعتاق والتحرر الوطني من الاستعمار ومخلفاته بعد أن أجهزت صنعاء وبمساندة عدن على براثن الإمامة والكهنوت في الشمال ألهمت صنعاء بثورتها السبتمبرية عدن وشكلت نواة ثورة اكتوبر وواحدية الثورة والمصير اليمني المشترك الذي يتوج بطرد الاستعمار البريطاني من جنوب الوطن أهم هدف لثورة 26 سبتمبر والـ 14 أكتوبر هو التحرر من الاستبداد والاستعمار ونحن اليوم ننوظل الشعب اليمني بكل أطلافه وانتمائته والقيش الوطني اليوم يناظل ويعقود المعارك في كل الجبهات من أجل القضاء على أذناب الاستعمار والإمامة البغضة السادس والخمسون لثورة الرابع عشر بالأكتوبر المجيدة نعيش وكأننا في لحظة التحرك لتحقيق أهداف ثورة 14 أكتوبر وما زالت محفورة وستظل محفورة في وجدان الشعب اليمني بشكل عام انتصرت الذات اليمنية والمشروع التحرري الكبير على سواد الاستعمار والإمامة قبل خمسة عقود لكنها وفي ذكرها السادسة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر يواجه اليمنيون أحفاد الإمامة في الشمال وأطماع ورغبات عودة الاحتلال جنوبا في إطار محاولات إجهاض مشروع الجمهورية والدولة واليمن الاتحادي الكبير ومساعي تقسيم البلد إلى كويات وكنتونات صغيرة في الرابع عشر من أكتوبر أطاح الثوار في شطر اليمن الجنوبي بترسنة الاحتلال وامبراطوريته التي لا تغيب عنها الشمس وبعد خمسة عقود من قيام ثورة أكتوبر يواجه البلد مساء احتلال آخر وبلباس عربي تختلف الصيغة أو تتماثل لكن أدوات وبصمات الاحتلال واحدة على الجراد قناة منقيز الجو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر